السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير مكملين مع يونة 5 احنا خلصنا المرة اللي فاتت شرح لسونز 1, 2, 3 النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل اكسرسيز عليهم تمام؟ ملتبلاينج باي باورز افتن ملتبلاينج ديسمالز باي هول نامبرز ملتبلاينج تنف باي تنف قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب يلا بسم الله قبل ما روح للاكسرسيز بتاعي هفكرك بمعلومة وحيدة تهمني قوي في الحصة النهاردة متفقين؟ اللي هي ايه؟ اللي هي وإحنا بنعمل ملتبلاي وإحنا بنعمل ملتبلاي باي تن or by 100 or by 1000 خد بالك هول نامبرز هول نامبرز تن هوندرد ساوزند دسمال باي انت بتاعتك بتتحرك to the right to the right according to number of zeros على حسب تن عندها zero واحد يبقى هتتحرك حركة واحدة 100 عندها two zeros يبقى هتتحرك حركتين وان ساوزند عندها three zeros يبقى هتتحرك ايه؟ ثلاث مرات to the right to the right أوكي؟ والدسمال نامبر بتاعك هتلاقيه بيكبر حتى لو هول نامبر هتلاقيه بيكبر وانت بتعمل ملتبلاي باي هول نامبر تن او باي وان هندرد او باي وان ساوزند الرقم اللي هتعمل ملتبلاي دوت فيهم اوكي؟ الرقم ده بيكبر متفقين؟ طيب وانا بعمل ملتبلاي باي zero point one or zero point zero one or zero point zero zero one اللي بيحصل دسمال بوينت بتاعتك هتتحرك to the left to the left اوكي؟ مهمة قوي عندي المنظر اللي قدامك ده المنظر ده مهم جدا جدا ده اساس المسائل بتاعتك النهارده كلها دسمال بوينت بتاعتك هتتحرك to the left طب to the left according to ايه؟ according to على حسب ان انت هتبص انا بعمل ملتبلاي باي zero point one اوه هي جاية after one digit اهو فهتتحرك one digit to the left طيب هنا هوت هي جاية after two digits اهو one two بعد من ال right لللفت كده one two فيبقى هتتحرك two digits to the left اتجاه استهمة بتاعك هو اوكي؟ طب هنا هوت وانا بعمل ملتبلاي باي zero point zero zero one ها جاية ايه؟ after three digits دسمال بوينت بتاعتك جاية after three digits from the right to the left وانا ماشي كده فانا برضو هتحرك two the left two the left three digits متفقين؟ ده الاساس بتاعي واللي بيحصل للرقم او للنبر اللي انت بتعمله ملتبلاي باي zero point one او zero point zero one او zero point zero zero one ان الرقم ده بيصغر 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 متفقين؟ طيب تعالوا بقى نفدأ نروح نحل exercise خلص الفكرة كده ثابتة ونتوكل على الله هنا بيقول لك complete zero point six four three multiplied by one hundred one hundred يبقى اتجاه ايه؟ كده to the right خلص هو الاساس بتاعك حددت الاتجاهات ما فيش اي مشكلة بعد كده هتقابلك اوكي؟ one hundred عندها two zeros يبقى دسمال بوينت هتتحرك ادي one digit two digits تمام؟ هتيجي يبقى فين؟ between four and three هتيجي في الحتة دي between four ومين؟ والthree يا شباب يبقى نزل six four decimal point خلاصة هي three تمام؟ خد بالك بقى لما عملت multiply by one hundred ايه حصل للرقم اللي معاك؟ كبر بص اداية بتعملك ازاي بيجبر بيجبر متفقين؟ طيب اللي بعدها four point two multiplied by ten التن عندها ايه؟ عندها zero واحد بس يبقى الدسمال بوينت بتاعتك هتتحرك ايه؟ two the right ماشي يا كده اوكي؟ only one digit عشان التن عندها zero ها محتاج تكتبها يعني لما كتب لك forty two وحط دسمال بوينت هنا كده ليها لازمة؟ لا املهاش فسواء كتبتها او ما كتبتهاش وكتبت لي forty two بس تمام اللي اتنين صح متفقين؟ طيب هنا هو three point two nine multiply by ten ها ten يعني zero واحد بس وتن يعني بعمل multiply by whole number يبقى هتمشي only one digit to the right اهو يعني هتيجي بتوين ايه؟ between two and nine فبقى عندي thirty two point nine twelve point six five multiplied by ten ten عندها zero واحد بس يبقى الدسمال بوينت هتتحرك only one digit تمام؟ يبقى هتيجي فين؟ between six والfive هيبقى عندك one hundred twenty six point five ومعنديش اي مشكلة وانت بتكتب ان انت تقول لي one two six one two six وبعدين احط الدسمال بوينت وبعدين اكتب ال five معنديش اي مشكلة انا مش بختبرك انت بتقرأ النمبر ولا مش بتقرؤه انا بختبرك انت عارف تجيب لي البرودكت ولا لا عارف تجيب لي ناتج الضرب اللي قدامك ده ولا لا متفقين؟ طب هنا one point two four five multiplied by one hundred one hundred يبقى الدسمال بوينت بتاعتي هتتحرك two digits two the right two the right الرقم بتاعي بيكبر اوكي؟ يبقى هنزلها وبصوا one two four point five خلاص لان الدسمال بوينت لما هتتحرك two digits هتيجي between four and five between four and five بصوا الموضوع كنا بنشرحه كان بياخد مننا حبت وقت كتير انما دلوقتي خلاص الفكرة انت بتطبق عليها انتهى الموضوع تك تك انا عارف هحركها يمين ولا شمال two the right ولا two the left تمام؟ طب معايا هنا three hundred sixty multiplied by zero point one zero point one ده دسمال يبقى هتتحرك ايه؟ two the left two the left طب انا ما عنديش دسمال بوينت هتحطاه هنا هتبدأ بيها ايه؟ بالمنظر ده انت هتحطاه هنا اوكي؟ وبعد كده هتتحرك only one digit هتيجي هنا between six والزيرو يعني thirty six point zero اللي هي هتقراها thirty six كتبتهي لي thirty six point zero اتس اوكي؟ كتبتهي لي thirty six اللي تنصح منتفقين؟ طب هنا zero point zero four five multiplied by one hundred one hundred هيكبر الرقم اللي معايا هيكبر يبقى دسمال بوينت هتتحرك ايه؟ two the right اهو one two by one hundred يعني هتتحرك two digits متفقين؟ طيب يعني هتيجي ايه؟ هتيجي between four والfive بص كده zero four five والدسمال بوينت بتاعتي جات هنا ها؟ ليها لازمة zero dية on the left هتقراها؟ لا سواء كتبتها او ما كتبتهيش براحتك لكن انا ليا في الاخر برودكت اللي هو لما اجقراها اقوله ايه؟ four point five متفقين؟ طب تعالة هنا three point two one seven two multiplied by one thousand one thousand يبقى الدسمال بوينت بتاعتي ماشية فين؟ كده هتمشي هاو ميني ديجيتس؟ three digits عشان one thousand عندها three a zero زيال ادي one two three يعني هتيجي فين؟ between seven وال two يا شباب تمام؟ ابدأ نزل الرقم بتاعك three two one seven الدسمال بوينت بتاعتك اوها تنسيها two خلاص كده واضح الفكرة يا شباب يلا نكمل zero point three four one multiplied by one thousand one thousand يبقى انا ماشي ازاي؟ ماشي كده two the right الرقم بتاعي الدسمال ده بيكبر by one thousand يعني هتتحرك three digits one two three هتيجي هنا ليه هلازم تكتبها؟ لأ مش هتفرق معايا خلاص يبقى انا هكتب له three four one اللي هو three hundred forty one خلاص خلص الموضوع تعالى هنا one thousand multiplied by six point seven طيب one thousand يعني الدسمال بوينت بتاعتي هتتحرك two the right three digits three digits تمام؟ طب يامي two the right ادي وان ما عنديش تاني اعمل لي طبقين كده وبقى فاهم ان انت هتحط zero zero وانما فتجي الدسمال بوينت هنا هيبقى لها لازمة انك تكتبها؟ لأ مش هيبقى لها لازمة اكتب لي بقى الديجتس اللي قدامك six seven zero zero خلاص خلص الموضوع كده يلا تاني fourteen point one four multiplied by zero point one zero point one ده دوت كده يبقى الدسمال بوينت بتاعتي هتتحرك two the left two the left one digit يعني هتيجي من هنا وتروح هنا هتبقى بتوين ايه؟ ال one وال four one point four one four بصوا كده بدأنا برقم ولما عملنا multiply by zero point one product بتاعك طلعلك اصغر اصغر الدسمال ده اصغر من ايه؟ من الدسمال ده متفقين؟ طب يلا هنا seven point four multiplied by zero point zero one الدسمال بوينت بتاعتك جاية ايه؟ جاية after two digits from the right to the left وانا ماشي كده تمام؟ يبقى هي هتتحرك two digits two the left ماشي كده اوكي؟ ادي وان طب ما عنديش two هتحط زيرو وبعد كده تحط الدسمال بوينت بتاعتك يبقى البرودكت بتاعك equals zero point كميلي بقى الرقم ده zero seven four معايا هنا four thousand two hundred and fifteen multiplied by zero point zero zero one الدسمال بوينت بتاعتك جاية فين؟ جاية after you miss three digits from the right to the left وانا ماشي كده اوكي؟ تعالى عند الهول نمبر ده ده كل هول نمبر ما عنديش في دسمال بوينت حطلي دسمال بوينت كده في بدايته اوكي؟ وابدأ حركها to the left بالمنظر ده three digits one two three يبقى هتيجي هنا هو between الفرو ايه؟ والتو يبقى four point two one five بالمنظر ده تمام؟ twenty six point seven one multiplied by zero point one طب zero point one دي يعني هيكبر ولا هيصغر؟ لأ هيصغر يبقى هتتزق من هنا two the left وتيجي بتوين ايه؟ two six هتمشي ايه؟ only one digit كده تمام؟ هتبقى two point six seven one بصوا كده وانا بعمل multiply by zero point one او zero point zero one او zero point zero zero one اللي بيحصل ان الرقم اللي انت بتبدأ بيه الريزولت بتاعتك او البرودك بتاعك بيطلع اصغر منه بيطلع اصغر ايه؟ منه متفقين؟ الرقم ده اصغر من الرقم ده هنا عندي كان في الهول twenty six هنا بقى الهول بتاعي في ايه؟ في two بس متفقين؟ طب تعالوا هنا هوا يلا معايا six hundred and two point one multiplied by zero point zero one الكلام ده equals خلاص انا عارف بقى مدام multiply by zero point zero انا فاهم ان الدسمال بتاعتي هتتحرك two the left two digits two digits اهم ادي one و ادي two هتيجي بتوين ال six وال zero يبقى six دسمال بتاعتي هي zero two one طب اخر واحدة forty two point five multiplied by zero point zero zero one ها يبقى الرقم بتاعي بيصغر مدام بعمل multiply by ايه؟ by zero point zero zero one المنظر ده هيصغر لي الرقم اللي قدامي هيصغره خد بالك كده ها الدسمال point بتاعتك جاية after how many digits from the right two زالفت و انت ماشي كده one two three يبقى هتتحرك من هنا three digits تمام؟ ادي one two وهاجي عند الثالث وحط zero والدسمال point هتيجي هنا اوكي؟ يبقى عندك zero point الpoint بتاعتك اهي zero four two five يميس هو انت جبت الزيرو ده من فين اللي انت حطتيه هنا الزيرو ده معناه ان انا ما عنديش اي number في الهول part بتاعي الهول part بتاعي فاضي انا عندي ال number بتاعي كله بقى decimal number متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب بيقولك multiply to complete the table تمام؟ طبعا ال table بتاعك ماشي زي ما انت شايف كده جزء باللون blue وجزء تاني ايه؟ بال yellow اوكي؟ وعايزك تجيب بقى numbers اللي هتكتب جوا هنا طيب بتيجي ازاي؟ خلونا نمشي كده بالمسترة بتاعتنا جزء جزء عشان اجيب الرقم اللي هيكتب هنا يبقى انا هياخد number ده 0.001 multiply by 3 متفقين؟ طيب 0.001 multiply by 3 بص كده 1 by 3 بسري طبعا 0 by 3 بزيرو 0 by 3 بزيرو وبعدين الدسمال بينت موجود after 3 ديجيت فنزلت اهي والزيرو بتاعك هو مفيش اي مشكلة في دي تمام؟ طيب هنا هو 0.001 multiply by 30 multiply by 30 طيب انا هنزل 30 بتاعتي هن بالمنظر ده اوكي؟ واحط الدسمال بينت بتاعتي هن وهبدأ اقول لك لما تعمل لها multiply by 0 point 001 يبقى انت عايز تحرك الدسمال بينت دي تروح فين؟ ها؟ ادي وان تو طب سريء يعني في زيرو هيتحط هنا والدسمال بتاعتك وايه؟ وزيرو بالمنظر ده اوكي؟ يبقى الدسمال اللي انا بدأت بها دي انا بس كنت بعرفك هتروح لفين؟ هتروح لفين؟ اوكي؟ يبقى انت لما تعمل زيرو بوينت زيرو زيرو وان ملتبلاي باي سيرتي هيديلك زيرو بوينت زيرو سري زيرو بالمنظر اللي انت شايفه ده تمام؟ او او لو انت كتبتلي بقى وانت فاهم ممكن تقول لي ده مع زيرو بوينت زيرو سري ده هو ده سواء كتبتلي كده او كده اللي تنصح اكوووينت ايه دي سيمال نامبرز متفقين؟ طب يلا اللي بعدها زيرو بوينت زيرو زيرو وان ملتبلاي باي سري هندرد طب الكلام ده ايه بص كده يبقى انا عندي لما تيجي تبدأ بها من هنا وتحركها توزه هتيجي هنا هيقابلك زيرو بوينت سري زيرو زيرو صح كده؟ طب اللي هيكتبها لي كده صح؟ واللي هيكتب لي انها ايكووال زيرو بوينت سري صح اكوووينت ايه دي سيمال نامبرز اكوووينت دي سيمال نامبرز المنظر ده صح والمنظر ده صح متفقين؟ طب يلا لبعدها زيرو بوينت زيرو وان ملتبلايت بوين سري طيب يميس هنا هوت يبقى انا عندي الدي سيمال بوينت بتاعتي هتتحرك ايه؟ تو دي جيت توزه ليفت توزه ليفت يبقى لما تحط دي سيمال بوينت هنا وتبدأ تحركها تو دي جيت ادي وان والتو بتاعك هتحط زيرو وبعدين تيجي دي سيمال بوينت هيديني زيرو بوينت زيرو سري واضحة الفكرة طب اللي بعدها طبعا انا مش عارفة افضل احطلكم هنا دي سيمال بوينت وحرك وكده علشان كل مرة بتعامل مع نفس سري فمش عايزة بوزلكم شكلها يعني اوكي؟ تخيل معايا كده شغل دماغك كده وتخيل معايا من تلي اوكي؟ طب سيرتي زيرو بوينت زيرو وان ملتبلايت باي سيرتي المفروض ان انا عندي الدسمال بوينت بتاعتي فين؟ هنا وهتتحرك ايه؟ تو ديجيت تو زا ليفت طبق ادي وان تو فهتيجي هنا هتبقى زيرو بوينت سري زيرو اللي هيكتبها لي كده صح واللي هيكتب لي انها هي هي زيرو بوينت سري صح ده صح وده ايه؟ صح اوكي؟ طيب زيرو بوينت زيرو وان ملتبلايت باي سري هندرد بص الدسمال بوينت بتاعتك هي موجودة على البداية كده بتاعت النومبر اوكي؟ طيب هتتحرك ايه؟ تو ديجيت تو زا ليفت ادي وان تو هتيجي هنا هيبقى عندك سري محتاج تكتب دسمال بوينت زيرو زيرو ولا هي هي سري خلاص مانش محتاج هي هي متفقين؟ طب يا ميس لو انا كتبت دسمال بوينت وحطت زيرو زيرو صح طبعا محدش هيقولك الكلام ده غلط بس انا بشوفك ان انت ايه فاهم يعني احنا بنقول ايه؟ سري ايكوالز سري بوينت زيرو زيرو وهي هي اوكي؟ طيب بعد كده زيرو بوينت وان ملتبلاي بوي سري خد بالك ان كلهم عندهم ايه؟ دسمال بوينت موجودة هنا يعني كلهم هول نمبرز فنقدر احط دسمال بوينت انزا ايه؟ انزا رايت بالنسبة للي هول نمبر بتاعي تمام؟ طيب زيرو بوينت يبقى دسمال بوينت هتتحرك لما عامل لها عامل تبلünden فهيدديني زيرو بوينت سري طب زيرو بوينت وان بوينت بدون بوينت بتاعتك هتتحرك ايه؟ ديجت هتجي ديجت كده تمام؟ فالكلام ده هيددي لك سري هيددي لك ايه؟ سري لما تيجي وان دجت كده هتبقى بتوين سري والزيرو سري او اللي هي هي طيب بعد كده 0.1 multiplied by 300 decimal point بتاعتك هتتحرك only one digit two left اهو هتيجي هن هيبقى معاك ايه هيبقى معايا 30 point 0 مش محتاج ايه اكتبها مش محتاج اكتبها متفقين طيب بعد كده بيقولك 1 multiplied by 3 equals 3 1 multiplied by 30 30 1 multiplied by 300 300 طبعا ما عندكش ايه مشكلة في دي مش كده كنا زمان بنقول الصغيرين one is a mirror one is a mirror يعني لما تجيب number one وتعملوا multiply لأي رقم تاني الرقم التاني ده يشوف نفسه كأنه في مرايا 1 multiplied by 3 تشوف نفسها في مرايا فتنزل 3 1 multiplied by 30 30 تشوف نفسها في مرايا فتنزل 30 1 multiplied by 300 300 كأنها شفت نفسها في مرايا فتنزل 300 طيب 10 by 3 10 by 3 30 10 by 30 بص 0 0 انظراتهم 1 by 3 3 300 10 by 300 عندي 0 وعندي 2 zeros يعني عندك 3 zeros on the right 1 by 3 3 1000 طب بعد كده 100 multiplied by 3 يبقى 300 100 multiplied by 30 عندي 2 zeros وهنا في 0 يعني 3 zeros on the right 1 by 3 بصري طب 100 multiplied by 300 عندك كم 0 عندي 4 zeros هم وبعدين 1 by 3 بصري بدتني 30 1000 احنا خلصنا التيبل كله واضحة الفكرة السؤال اللي بعده number 3 find each of the following ها مدي لك 2 numbers وعايزك find the product تمام احنا اتفقنا واحنا بنتعامل بالمنظر ده احنا نقدر نحلها وهي في مكانها ازاي الاول find the product وكأنك مش شايف the decimal number اللي قدامك اتعامل مع numbers بس 3 by 5 15 5 and carry 1 up 3 by 2 6 plus 1 7 دي اول خطوة تاني خطوة اسأل نفسك decimal point هنا موجودة after how many digits from the right to the left وانا ماشي كده جات بعد one digit طبع عندك هنا decimal point ما عنديش انزل حط decimal point بتاعتك after one digit طلع لك seven point ايه five المهم ان انت بتحسب after how many digits from the right to the left وانتا ماشي كده تمام لبعده five by five انا هتعاملوا كإني مش شايف decimal point يا شباب five by five 25 five and carry up two five by three 15 plus two 17 seven and carry up one five by zero zero plus one one خلاص ادي اول step خطوة تانية اسأل نفسك decimal point جاي after how many digits from the right to the left وانتا ماشي كده جاي miss after one two after two digits انزل تحت حط decimal point بتاعتك after two digits from the right to the left اهو one two حط decimal point بتاعتك شف انا عملا اكد عليك ازاي after two digits هتتحط after two digits مهم جدا الاتجاه وانتا بتعد كده بتعد two digits from the right to the left وانتا ماشي كده اتجاهك تمام يلا تاني هنتعاملوا كأننا مش شايفين decimal point six by four 24 four and carry up two four six by four 24 plus two يبقى 26 decimal point بتاعتك جاي after how many digits after one digit from the right to the left هنزل تحت واحطها after one digit from the right two the left بالمنظر ده يدي لك 26 point four تمام seven by five 35 five and carry up three seven by six 42 plus three 45 decimal point بتاعتك جاي هنا after how many digits after two digits one two اهو انزل تحت عند البرودك بتاعك وحطها after one two digits اهو فبقى عندي four point five five متفقين السؤال اللي بعده بيقول لك complete each table تمام fourteen point nine six multiplied by one thousand by one thousand يبقى decimal point بتاعتي هتمشي سري digits كده يبقى يجي zero هنا لان انا عندي one two وما عندي ش التالت فهحط الزيرو نزل بقى ال digits بتاعتك one four nine six zero خلاص طب تاني fourteen point nine six multiplied by one hundred يبقى decimal point بتاعتي هتمشي two zero right two digits تمام هحطها هنا ليها لازمة تتحط ملهيش نزلي بقى كله هيبقى هو number one four nine six لبعده fourteen point nine six multiplied by ten decimal point بتاعتك هتتحرك only one digit two zero right هتيجي between nine وال six يبقى انت بقى معاك one four nine point six طب هنا fourteen point nine six multiplied by one شافت نفسها في مراية على طول الرقم كله هينزل زي ما هو fourteen point nine six طب fourteen point nine six multiplied by zero point one zero point one يمس يبقى decimal point هتتحرك one digit to the left to the left ماشي كده اوكي هتيجي فين هتيجي between one وال four فبقى عندك one point four nine six طيب fourteen point nine six multiplied by zero point zero one يمس كده هتتحرك two digits two left one two هتيجي هنا اوكي هيبقى عندك point كده يبقى zero point one four nine six والزيرو دي انا كبها لاني بوضح لك ان انا في الهول part ما عنديش ايه ما عنديش numbers في الهول part او digit تمام طيب بعد كده fourteen point nine six multiplied by zero point zero zero one يمس decimal point بتاعتي هتتحرك to the left ومعنديش التالت هحط zero وتيجي decimal point بتاعتي هنا وطبعا بحط له zero اللي هي بتوضح لي ان انا معنديش اي numbers في الهول board يبقى معي zero point zero one four zero one four nine six يلا لجنبه twenty five multiplied by one thousand one thousand عندها three zeros هينزله on the right twenty five by one equals twenty five twenty five multiplied by one hundred one hundred عندها two zeros نزل on the right twenty five by one twenty five twenty five by ten ten عندها zero نزل on the right twenty five by one equals twenty five twenty five multiplied by one twenty five طب twenty five multiplied by zero point one ها الدسمال بتاعتك موجودة هنا ده مكانها اوكي طب zero point one يعني هتتحرك only one digit to the lift يعني هتيجي بتوين two و five هيبقى two point five twenty five multiplied by zero point zero one ها الدسمال بتاعتك مكانها هنا وهتتحرك هتيجي هتيجي يبقى هحط له zero كده zero point two five طب twenty five multiplied by zero point zero zero one او ياميس بصي هنا هتيجي 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 هحط له zero كده ودي دسمال بين هتيجي هنا وحط zero هيبقى zero point zero two five واضح الفكرة التالتة دي بقى حلها بنفسك انا حلت معاك اتنين انا حلت معاك الاكتر خليت جدع وهتم وحل متفقين طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه وانت بتستخدم النومبر لاين اللي قدامك ده احسب لي لو سمحت zero point three multiplied by three طيب هوضح لك فكرة النومبر لاين قدامك هو عاملك من zero للone مقسمها من جوة من الone للتو مقسمها من الطول السري مقسمها تم تم طب يعني معناها عشان كده هو مقسمها لك لإيه لتن ايكول بورتس دي معناها انها بص كده يعني ادي اول مرة طب المرة التانية ادي one two three zero point three كمان احنا اتفقنا one two three ودي zero point three تالتة يبقى ادي واحدة zero point three ودي واحدة zero point three ودي واحدة zero point three المفوض انها كده بتشاور لك على ايه بتشاور لي على zero point nine لو عديت البورتس اللي معيك one two three four five six seven eight nine طبعا nine اللي هي zero point nine واضحة الفكرة اللي بعدها zero point three multiply by four ها نفس الكلام بصوا zero one two three جهول numbers بدأ يقسم لك between zero one between one two ten equal between two three ten equal بورتس تمام طيب ليه ten equal بورتس عشان الديناميناتور بتاعك هيبقى فيه ten الديناميناتور بتاعك هيبقى فيه ten متفقين طيب zero point three اجي اول zero point three one two three جت هنا وzero point three كمان طبعا هي ربيت four times اوكي ادي one two three هتيجي هنا وبعدين zero point three كمان ادي one two three هتيجي هنا وبعدين هي طيب الكلام ده ايكوالز ايت على نعد how many boards يا شباب one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve يعني twelve over ten الكلام ده اللي هو one point two two over ten يعني one point two متفقين طب يميس اللي مش عارف انا كتبتها ازاي في خطوة واحدة كده بسرعة one point two انت بتبص كده التين عندها zero واحد فبتروح تحط بتاعتك تمام اهو بتحطت ايه البوينت بتاعتك متفقين طب هنا اهو نفس الكلام هنعد اجي اول zero point تسري طبعا هي المرة دي five ايه اوكي وبعد كده ودي كمان zero point three ودي كمان zero point three ودي كمان zero point three ودي كمان zero point ايه three عدي كده ادي one two three four five تمام واضحة الفكرة السؤال اللي بعده بيقولك تمام هو طبعا متدي لك زي ما انت شايف عبارة عن تمام ومقسمه من جوه تمام بعد كده بيقولك zero point one وحنا تعلمناها في الحصة اللي فاتت بطريقتين ان احنا نظلل ونجيب الناتج ازاي وعلمتك لما تكون قدامك كسؤال تحلها ازاي وانا حرجع معاك نفس الفكرتين دلوقتي متفقين طيب zero point one multiple by zero point one zero point one اول واحدة اهي اوكي multiple by zero point one التانية اهي طبعا لو ركست هتلاقي اللي اتنين اتقابلوا فين الجزء ده الجزء دوت بتاعك اوكي والجزء ده هما اللي اتنين اتقابلوا فين في اللون الاسود ده اوكي لون الاسود ده ربريزنت اقد ايه من البيج سكوير اللي قدامك يميس دوت one over one hundred بالضبط اللي هو equals zero point zero one over one hundred يعني zero point zero one طب لو انا مش معايا بيج سكوير ومش معايا ان انا لون وسألني قال لي zero point one multiplied by zero point one احلها ازاي ركز كده اتعامل الاول كأنك مش شايف الدسمة الوينت اوكي one by one equals one يبقى ده لو انت هتحلها من غير ما يكون معاك ايه بيج سكوير زي كده تمام؟ طب يلا اللي بعدها zero point three multiplied by zero point four اوكي zero point three بقى انا هاخد three rectangles كده وهلونهم بالمنظر ده اوكي multiplied by zero point four يبقى المفروض ان انا هظلل بالمنظر ده zero point four دول ودولة اتقابلوا فين يا شباب اتقابلوا في الجزء ده بصوا كده ادي one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve اتقابلوا في الجزء ده هو انا هفضل اعمل كده يا ميس يعني two over one hundred يعني zero point one two هفضل اظلل كده تقدر تحلها زي ما اتفقنا zero point three multiplied by zero point four ها كأنك مش شايف the decimal point بتاعتك three by four يعني twelve اسأل نفسك هنا decimal point جاية after one digit وهنا جاية after one digit هتتحط تحت هنا after two digits from the right to the left وانت ماشي كده ادي one two تتحط الدسم البنت بتاعتك ودي الزيرو ايه نزل zero point one two zero point one two واضحة الفكرة يلا تاني zero point five multiplied by zero point two اوكي zero point five ادي one two three four five يعني نصر ايه السكوير اللي قدامي multiplied by zero point two ادي one ويديتو اتقابلوا فين هما الاتنين في الجزء ده تعال نعد one two three four five six seven eight nine ten اتقابلوا هنا في الجزء اللي انا عملا بي القسود قدامك ده تمام ten over one hundred يعني zero point one zero او zero point one ده هو ده equivalent equivalent decimal numbers equivalent زي بعضهم تمام طيب الشكل التاني هتقول لي zero point five multiplied by zero point two كأنك مش شايف بتاعتك two by five ten كاي بعد كده اسأل نفسك the decimal point جاية هنا after how many digits from the right to the left وانا ماشي كده after one digit وهنا after ايه one digit one digit plus one digit يبقى two digits هنزل تحت وعد two digits اهي بصة مكانها عد بقى two digits ادي one two فتتحط ايه after two digits بالمنظر ده تمام فبقى عندك zero point one zero اللي هي equals zero point one ده هو هو ده واضح الفكرة تمام انا مش محتاجة بقى افضل الون وظلل قدامكم انا وضحتها لكم في تلات مسائل اهي الموضوع مش محتاج اكتر من كده متفقين السؤال اللي بعده بيقول لك find the unknown letter in each of the following unknown letter يعني الفاليو بتاعته هتبقى equal a واحنا تعلمنا واحنا بنشرحها نحلها وهي في مكانها لو انت فاكر انا علمتك تحلها وهي في مكانها تعال ان بص كده انا معي four hundred ninety six الكلام ده equals four multiplied by a plus nine multiplied by b plus six قلت لك ايه ابدأ افكر في الexpanded form بتاعتها تمام او ابدأ افكر وهي في مكانها كده الفور دي موجودة فين في الهندرد يعني الفاليو بتاعتها ايه four hundred طب هو كاتب لك four multiplied by a يبقى four by what equals four hundred يميز four multiplied by one hundred يبقى l-e بتاعتك equals one hundred plus nine multiplied by b ال nine موجودة فين يا شباب في التنز بليس يبقى الفاليو بتاعتها ناينتي طيب nine by what equals ناينتي ناين باي تن يبقى l-e بتاعتك equals تن plus six لانها السكس الوحدها موجودة في الone زي بليس فهي كده مش هيتحطلها حاجة متفقين طب يلا اللي بعدها موجود قدامك six thousand one hundred forty والكلام ده equals six multiplied by c يبقى l-e بكام ارجع بص على six six موجودة فين في الساوزند six thousand six by what يدي لك six thousand multiplied by one thousand ياميس يبقى l-e بتاعتك equals one thousand طيب plus one multiplied by d ال one موجودة فين hundreds one hundred طب one multiplied by one hundred يبقى d equals one hundred عشان one by one hundred equal one hundred اوكي plus four multiplied by e four ديت موجودة فين في التنزي بليس اللي هي equals forty طب four by what equals forty four by ten يبقى l-e equals ten تمام طب هنا twenty thousand four hundred and three الكلام ده equals two multiplied by f هم التودي موجودة فين ten thousand بليس ياميس طيب يبقى two multiplied by what multiplied by ten thousand plus four multiplied by g الفور موجودة فين hundred يعني four multiplied by one hundred plus three نزلت لوحدها عشان three موجودة في one زي بليس السؤال هنا اللي هو للأسكية او للشاطرين لو قال لك three multiplied by مثلا l تقدر تجيب لي value بتاعة l يميس ما انت لسه بتقولي l three موجودة في one زي بليس تقولي اللي بتاعة l اه المشكلة هو دوت معنا three multiplied by one one زي بليس كل one في one زي بليس equal one كل one موجودة في one زي بليس equals one كل one موجودة في ten زي بليس equals ten كل one موجودة في hundred زي بليس equals one hundred وهكذا فممكن يقولك three multiplied by l three دي موجودة في الوانز يبقى three multiplied by one ويبقى ساعتها l equal one واضح الفكرة طب اللي بعده seventy eight ساوزند فايف هوندرد ناينتي فور طب الكلام ده equals seven multiplied by اتش اتش اللي هي ايه ten ساوزند بلاس eight multiplied by i طب ال eight دي موجودة فين في الساوزند يعني ال i دي ايكوز وان ساوزند بلاس five multiplied by وعمل لك رامز كده هو ال five دي موجودة فين في الهوندردز تمام يبقى five multiplied by one hundred plus nine multiplied by k ال nine موجودة فين في التنز يبقى الكي بتاعتك بتن plus four موجودة في الوانز بلاس خلاص تمام طب هنا بيقولك eight thousand and thirty two multiplied by one thousand الكلام ده equals l اللي دي هتبقى equal ايه حل المسألة مطلوب منك حل المسألة three zeroes on زرايتهم وبعد كده نزل لي الرقم ده لان eight thousand thirty two multiplied by one equals eight thousand thirty two خلاص خلصت كده اظن كده واضحة الفكرة يعني كلهم بيعيدوا نفس الافكار يا شباب تمام واضحة الفكرة بص انا هحل معكم دول كمان دي ودي من تقريبا هبقى خلص السؤال كله ومش مشكلة بصوا four point zero zero five four بص نزل لك الفور موجودة في الones please فبقيت before plus الفايف ديت موجودة فين thousand please معنى كده ان هي multiplied by what multiplied by zero point zero zero one عشان كده عملتها معيك five thousand تمام فعشان كده يبقى five multiplied by zero point zero zero one طب تعال هنا three hundred five point zero nine الكلام ده equals three multiplied by q طب يبقى q equals ايه السري موجودة في الهندرد يبقى multiplied by one hundred تمام plus five موجودة في الones نزل لت five plus nine multiplied by r الار nine هنا موجودة فين هندردس nine هندردس تمام يبقى multiplied by zero point zero one متفقين ركزوا كده في الافكار عشان الافكار دي مهمة وافكار امتحانات يا شباب السؤال اللي بعده هنا بيقولك بيقولك less or equal or greater than طبعا انت هتحل المسائل وبعد كده تبدأ تحط ال relations بتاعتك انا ما عنديش في مشكلة انزل معايا عند السؤال ده لانه السؤال مهم برضو يهمني تبقى بتعرف تحله اوكي complete بيقولك ايه twenty five point six nine multiplied by what equals two hundred fifty six point nine خلينا نتفق هلاقي الرقم بتاعي كبر يبقى multiplied by ten او hundred او او ايه one thousand ده على حسب decimal point بتاعتك اتحركت ايه كم ديجيت متفقين هلاقي صغر يبقى multiplied by zero point one او zero point zero one او zero point zero zero one برضو على حسب decimal point بتاعتك اتحركت how many digits متفقين طب هنا الرقم بتاعي حصله ايه كبر طب decimal point تتحركت one digit يبقى multiplied by ten بس مش عايزك تفكر اكتر من كده ها هنا هوت four point three two one multiplied by what ادتني four thousand three hundred twenty one بص كده decimal point بتاعتك اتحركت ادي one two three مشت خالص يبقى multiplied by one thousand طب هنا بص كده كان معايا two point five four والرقم بتاعي هنا صغر صغر طلعلي zero point two five four صغر كان عندي two في الهول ما بقاش في حاجة في الهول والdismal point بتاعتك اتحركت only one digit to the lift يبقى zero point one one digit to the lift يعني zero point one طب هنا seven point five multiplied by واضح يديك seven hundred fifty الرقم كبر كبر طب decimal point اتحركت ادي ايه ادي وان وبعدين حط zero اه يبقى اتحركت مرتين يبقى multiplied by one hundred متفقين طب هنا two point six three multiplied by واضح يديلك two thousand six hundred thirty كبر كانت two بقت two thousand الدismal point بتاعتك اتحركت ايه three digits ادي one two three يعني multiplied by one thousand طب هنا six hundred twenty point one multiplied by what يديلك zero point six two zero one الرقم بتاعك بص من ان عندك six hundred وي وي بقى عندك zero صغر اه يا ميز ده معنى كده ان انا هتعامل مع ايه multiplied by zero point حاجة بقى اه حاجة اللي هي ايه نشوف decimal point اتحركت how many digits two lift one two three يبقى zero point zero zero one هو ده عشان كده الرقم بتاعي صغر تمام طب هنا five point four two three multiplied by what هيديلك five thousand five hundred forty two point three طب decimal point بتاعك يا ميز بصي كان معايا decimal point كانت موجودة هنا بصوا معايا كده كانت موجودة هنا خلاص وبعدين اتحركت بايت between two three ادي one two يبقى multiply by one hundred واضح الفكرة اتحركت ايه رقمين والرقم بتاعي كبر كبر طب هنا zero point zero two one multiplied by what equals twenty one بصي كده يا ميز ده decimal point بتاعتي اتحركت one two three وهي ماشي ايه two the right الرقم بتاعي كبر يبقى multiplied by one thousand طب هنا ايه هو الرقم اوكي لما تعمله multiply by ten هيدي لك twenty nine point four البديل فكر twenty nine point four divided by ten يبقى decimal point انا بعمل divide يبقى decimal point هتزقع فين هنا هو خطوة هيبقى two point nine four بص كده لما تاخد two point nine four وتعمل لها multiply by ten ترجع تجي تاني هنا تجي decimal point بتاعتك وتبقى twenty nine point four تمام طب هنا ايه هو النمبر لما تعمله multiply by one hundred يدي لك twenty five point five تمام يبقى انت برضو ممكن تفكر تقول twenty five point five divided by one hundred divided باي يعني هتتحرك two digits فهتيجي هنا يبقى هو دوت zero point two five five لما عمل تبدأ ال five وإيه والfive زي ما حصل هنا تمام هنا هو بيقول لك مادم حتطلق كده يبقى انت لازم الاول تجمع النمبر زي وبعدين بتاعتك لما يطلع لك تبدأ تعمل لها تمام وهنا مديلك برضو two numbers بس المرة دي subtract اطرح الاول وبعدين اعمل multiple by one thousand انا مش هحلهم يا شباب اعتبر ده هومور كليك متفقين متنسوش تدعو لي دعوة حلوة بظهر الغيب تكتبوا لي تعليق حلو وتشجعوني بي اكمل معاكم لايك وشير عشان الكل يستفيد يلا السلام عليكم